الآن حديث العالم كله متعلق بحركة طالبان نتحدث عن رؤية العالم للإسلام والمسلمين الآن حكومة إسلامية تتمثل في طالبان يقال بأن هناك معركة للاعتراف الدولي حتى الآن للايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي، روسيا، صين غير معترفة بحركة طالبان حتى الآن من الممكن أن تعترف مستقبلا أو لا كيف ترى الآن الرؤية العالمية والتفاعل العالمي مع حركة طالبان؟ كل الأشياء الآن التي تدور حولنا من هذه الانتهاكات وهذه الحروب الفكرية وهذه القرارات السياسية الآن هو هدفها واحد الهدف الوحيد هو عدم جعل الإسلام ينتشر أقول لك يعني نرجع مرة أخرى على موضوع طالبان مودي في مؤتمر العشرين في روما قال علينا أن نوقف يعني أن لا نعترف أو لا نعطي الشرعية لحركة طالبان قالها هكذا في مؤتمر الروما نحن نقول أن مودي بهذه الكلمة أو الحكومة الهند هي لا توجد بينها بين الهند وبين أفغانستان أي حدود مشتركة بينها وبين أفغانستان بينها وبين أفغانستان هي باكستان نعم وفي الطرف الآخر كشمير نعم لكن نحن سؤالنا لماذا هذا المجرم ذكر هذا الموضوع ويتخوف من طالبان ويتخوف من طالبان مع العلم هو ليس لديه حدود أقول لك لماذا هؤلاء الآن هذا الحزب المتطرف الآن هو يخشى من أن تكون هناك تحالفات قوى إسلامية هو يخشى إذا كان هناك اعتراف دولي الآن مع حكومة طالبان فهذا يعني أن باكستان العدو اللدود للهند سوف تقوم بتحالف قوي جدا مع حركة طالبان فتكون قوة كبيرة جدا تهدد الهند يعني الهند مرعوبة من طالبان وهذا تحالف الإسلامية الهند مرعوبة جدا من طالبان ليس فقط الهند ليس فقط الهند بل يعني كثير من الدول لكن خاصة الهند هي تخشى من هذا التحالف هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا